سارة بن سعيد من تونس من جمعية أصوات نساء انتبعت لنقطة الاختلاف اللي بيني وبين خويا والفاورق اللي كنا نتعاملوا بها في الدار منذ الطفولة بتاعنا يعني ملي كنا صغار في سن لكن يمكن بش نسمع عينة صوتي وبش نتعاملوا زوز بفرد الطريقة هو تمرد بش نقول اللي أنا راني موجودة لهنا ويقع هذية لازم هما اللي بنات ميحسوش بيه وقت يبديوا في سن صغير الفاورق هذية لكن كي تكبر في سن معين تلقى روحها اللي هي ديما موجودة تحت سلطة معينة ياما سلطة الأب ياما سلطة الأخ وهذا ينجم يعمل لها بلوكاش في حياتها وما يخلي هيش تقدم في عديد من المجالات ويخليها ما تنجمش تمارس الحاجات اللي هي تحبها في حياتها ولا تختار الحاجات اللي هي تحبها أهم المعاوقات العمل للنساء في تونس هي العقلية على خطر فما أحزاب نجم تكون أحزاب تقدمية أحزاب لكنها ما تقبلش إنه نساء يكونوا في المكاتب بالتنفيذية في تونس هي حققنا دستور عام 2014 اللي هو فيه تناصف بين النساء والرجال عنا قوانين من قدمة لكن توقعت في تونس عنا مشكلة كبيرة هي الفجوة ما بين القوانين وما بين الواقع عمتها عن نساء عنا قوانين تضمن التناصف لكن عنا حكومة فيها كين ثلاثة نساء أكهو شوفوا قدش من المرأة متخارجة وقاعدة بالشوماش عنا 47% من نساء في تونس حياة عنف دوك الحقيقة ما هيش كيمالواق كيمالواق كيمالبابيه يعني كيمال لاحظنا لشباب خاصة النساء سهموا برشا في الثورة وكانوا في الخطوط الأمامية لكن للأسف بعد كيتكونت السورة السياسية للتونس بعد الثورة ما كانوش نساء موجودين في الخطوط الأمامية ما تنصاش سرع القصة وما تنصاش خين الوين تنطلقت الثورة أنا سمعت بها كنت على الفيسبوك كان أول خبر تعدى اللي فهم شاب حرق روحوا في سيدي بوزيد وكانت فهمة ردود فاعل متويترة دون كنا قاعدت الليلة كاملة على الفيسبوك باش نشوف شنو الأخبار شنوها قاعد يصير بضبط في سيدي بوزيد يعني إنو واحد يوصل يحرق روحوا كانت لحظة متاع غضب كبير ونحبه عليش هكا صاير فينا عليش الحالات الاجتماعية ديما هكا تفاقم عليش ديما في المناطق الداخلية يعني كانت لحظة متاع غضب في تونس عام 2011 كنا شعار الثورة هو شغل حرية كرامة وطنية تونسة بعد خمسة سنين تويكة من الثورة ما روش التغيير ما حصوش التغيير في حياتهم اليومية الأحداث اللي صارت في تونس في 2015 الأحداث الإرهابية إنا واحدة من الناس خفت برشا خفت على الديمقراطية النشأة اللي صاير في تونس نحس اللي تونس مزالت مهيش دولة قوية بما فيه الكفاية بش تواجهها الإرهاب هذية الإرهاب نجمو نواجهوه بحل يعني بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية اللي موجودة في تونس في مواجهة التطرف نسي عندهم دور كبير وينجموا يحدوا من الظاهرة هذية خاصة من ظاهرة الشباب اللي يمشي للإرهاب وكل بالنسبة لينا النساء مهمين برشا خطرهم هما يمثلوا خمسين بالمئة من المجتمع وذا كان خمسين بالمئة من المجتمع في حالة شلل في حالة بيطالة في حالة يتعرضوا للعنف دونك المجتمع من نجمش يتقدم مدام النصف مطاعه مشلول الشيء اللي احنا حققناها في برنامج نساء الخطوط الأمامية في جمعية أصوات نساء اللي احنا ساهمنا بشكل كبير في دفع نساء في المشاركة في الحياة السياسية احنا اشتغلنا في برنامج الأكاديمية السياسية من عام 2014 البرنامج هذا يستهدف النساء في الأحزاب السياسية بقسم ملزوز مراحل المرحلة اللولة كان تأهيل النساء وتدريبهم بشي شاركوا في الانتخابات البلدية والمرحلة الثانية كان تدريب الشابات اللي ما بين 18 و35 سنة وتعزيز قدراتهم بشي نجم يكون عندهم دور أكبر في الأحزاب السياسية باللي بديت نعمل في جمعية أصوات نساء يمكن أكتر حاجة حسيتها هي الاستقلالية واليت مستقلة على العائلة متاعي واليت خريش نسكن واحدة خطر عائلتي بعيدة عليها توا واليت نعمل أكثر على روحي وكذلك واليت عندي أكثر ثقة في روحي واخذيت برشا من ساي اللي تخدمنا معاهم يعني المشاركات في البرامج متاعنا أنا كين دي ما عندي حلم اللي تونس تكون دولة حرة تكون فيها مساوات تكون فيها برشا حاجات لكن منا جمش نفض الحلم هدايا متاعي وحدي لازم تكون معايا مجموعة من الأشخاص هذيك عليش أنا نقوم بالعمل هدايا الجمعيتي خطر نحب نهاريخ البنتي كي تولد تعيش في مجتمع فيه مساوات تلقى نفس الفرص اللي يلقاها أخوها دونك مجتمع آخر منيش أنا المجتمع اللي عشت فيه مجتمع ما فيهش خوف مجتمع ما فيهش تطرف العمل اللي بتاعنا المباكت بتاعه مش بش يكون اليوم ولا غضو بش يكون في عشرة عشرين سنين قدام العايش بكرامة أهم حاجة بالنسبة لي خطر هذا من أهم الحاجات اللي قمت عليها الثورة التونسية نحن نحن نعيش بكارامة في تونس ترجمة نانسي قنقر